ترجمة نانسي قنقر التعليم الطلب الأوائل على مستوى مملكة البحرين من المدارس الحكومية والخاصة وأولياء أمورهم مثمنا سعادته ما يلقاه التعليم من رعاية واهتمام من اهتمام ملكي سام وما يحظى به الطلبة والطالبات من دعم مستمر يتجسد في البرامج والمشاريع الحكومية التي تضع التعليم على رأس أولوياتها لدى استقبال سعادة وزير التربية والتعليم الطلبة الأوائل على مستوى مملكة البحرين من المدارس الحكومية والخاصة وأولياء أمورهم بمناسبة إعلان نتائج تخصيص البعثات والمنح الدراسية أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة اعتزازه بما يحققه الطلاب من نتائج مشرفة جعلتهم في مقدمة الطلبة مستحقي البعثات الدراسية طبعاً اليوم وزارة التربية والتعليم أعلنت نتائج تخصيص البعثات الدراسية للطلبة من الخارجي الثانوي العامة للعام الدراسي 2023-2024 وطبعاً عدد المتقدمين للبعثات الدراسية نهز نحو 1500 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة 80% من هؤلاء بما يعادل حوالي 1200 طالب وطالبة حصلوا على رغباتهم الأولى أو الثانية في البرامج الدراسية الجامعية التي سوف يقبلون عليها تم استعراض نتائج البعثات الدراسية أيضاً تم التأكيد على أن المعدل التراكمي هو الخيار الوحيد فيما يتصل بمعيار التفاضل ما بين اختيار الطلبة في توزيع البعثات الدراسية ناقشنا مع طلبة تصوراتهم وتطلعاتهم فيما يتصل بالجانب العملي والجانب الدراسي المستقبلي أيضاً وفرت وزارة التربية والتعليم نحو 2400 منحة دراسية مالية لأصحاب المعدلات ما بين 90 إلى 94.9 وهذا في الواقع دليل ساطع على اهتمام الحكومة الموقعة برأسة سيد صاحب السمون الملكي ولي العهد رئيس ملسل الوزراء بالعملية التعليمية مملكة البحرين ممثلة بوزارة التربية والتعليم لم تغفل عن تخصيص هذا الكم من البعثات التي تشمل مختلف التخصصات العلمية لتعكس الاهتمام والدعم الكبير الذي يحظى به التعليم في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم أياده الله صراحة فرح بهذا الإنجاز العظيم الذي حققته وأطمح أني أدرس طب وأشكر جلالة الملك حمد بن إيساء الخليفة وسمون ولي العهد رئيس الوزراء أحس بالسعادة الغامرة بسبب هذه الفرصة التي حصلتها البعثة والله الحمد لله حصلناها هذه البعثة جاءت من تعب سنين الحمد لله حصلناها أشكر جلالة الملك أول شي ولي العهد ووزير التربية على كل هذه الجهود التي سوها إلينا الحمد لله إن شاطئ نرفع رأسهم أشعر بالسعادة الشديدة أني حصلت هذه الفرصة وأشكر جلالة الملك وسمون ولي العهد رئيس الوزراء على إيطاعة هذه الفرصة ويشكل هذا اللقاء الحيوي اهتمام وزارة التربية والتعليم باحتضان جميع أبنائها نظرا لما يمثلونه من عنصر أساسي في التنمية البشرية والدفع بها للأمام على كافة الصعود طبعا ما أقدر أعبر بالكلمات عن فرحتي للحصول على هذه البعثة التي تسهل مسيرة المهنية والمستقبلية أحد مستنسة وأحد فرحانة وأهلي بعض فرحانين أكيد وأحب أشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء وبعد أحب أشكر الوزير وحسنا اليوم تعبنا صد هذه السنين يعني جزعنا أوجه شكر خاص لجلالة الملك وسمو ولي العهد بالإضافة الوزير التربية والتعليم على اهتمامهم ورعايتهم التي يولونها لقطاع التربية والتعليم في مملكة البحرين وعلى جهولهم المستمرة هذه البعثة كانت حل وأخيرا تحقق وإن شاء الله بها البعثة بكون قادرة على أن نأخذ من الوطن وأرفع اسما بين الدول هذا واعتمدت وزارة التربية والتعليم على خطة متكاملة ومنظمة للبعثات الدراسية للمتفوقين من الطلبة وفقا للمعدلات التراكمية باعتبار المعدل هو المعيار الأوحد للتنافس على البعثات أجواء الفرحة والسعادة الغامرة التي رسمت على وجوه الطلبة والأهالي على حد سواء من خلال منحهم الفرصة بالتحاقهم بأفضل الجامعات المرموقة المحلية منها والعالمية لتؤكد مملكة البحرين اهتمامها بالعنصر البشرية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين